السلام عليكم حصة اللغة العربية للصف الخامس أكاديمية الميقات الإسلامية المعلمة ريم مخلوف درسنا اليوم عن حبة القمح كانت في السماء قطرة ماء صغيرة معلقة بالغيمة السوداء قطرة مطر متكبرة نظرت حولها وقالت المطر كثير وأخواتي ينزلن إلى الأرض ويسقين الزرع ويروين الإنسان والحيوان والنبات وأنا قطرة واحدة صغيرة لا أنفع في شيء فلماذا أنزل؟ بل لن أنزل وقفت قطرة المطر معلقة في السحاب وحين سمعتها أخواتها والقطرات الصغيرات قالت كل واحدة مثلها ونحن لن ننزل كانت سنابل القمح قد بدأت تظهر وتخضر وبدأت كل حبة قمح تمد رأسها في السنبلة نظرت واحدة منهن حولها وقالت الزرع كثير وأخواتي يكفين صاحب الحق لمؤونته فلماذا أتعب نفسي كل يوم في انتظار المطر؟ لا أكبر وحين أكبر يأتي الحاصد فيقطع رأسي بمنجله ويدرسني بمدراسه ويدروني بمذراته أنا حبة صغيرة لا أنفع في شيء هكذا قالت حبة القمح ونزلت من بيتها الصغير في السنبلة دون أن تراها عين وغابت في الأرض وحين سمعت أخواتها حبات الصغيرات كلاما فعلنا مثلها في ذلك العام لم ينزل المطر فجف الزرع وماتت السنابل الخضراء حزنا على بناتها حبات القمح فمات من الجوع خلق كثير لقد نسيت حبة القمح كما نسيت قطرة الماء أن الأنهار الكبيرة كانت قطرة وقطرة والطعام كله كان حبة وحبة وما كان للقطرة أو للحبة أن ترى في نفسها أنها قليلة الشأن فلكل شيء مهما صغر عمل وفائدة الآن سنأتي إلى شرح الدرس أولا سنتناول معاني الكلمات كانت في السماء قطرة وماء صغيرة تخيل المنظرية خامس عندنا مثل أرض خضراء وفي عندنا سماء والسماء بدها تمطر فلما تكون تمطر شو بيكون لون الغيوم طلعي كانت في السماء قطرة وماء صغيرة معلقة بالغيمة السوداء هلها الدنيا بس تكون بها تمطر بيكون لون الغيوم أسود ليه؟ لأنها بيكون المطر معلق أي أنه ثابت فيها متجمع في الغيمة بده ينزل هلأ هاي قطرة الماء قطرة ماء متكبرة ما معنى متكبرة متكبرة أي مغرورة شايفي حالها حاس حالة أنه هي أعظم وأكبر من الناس كلها من كل قطرة الماء نظرت حولها وقالت المطر كثير وأخواتي ينزلنا إلى الأرض ويسقينا الزرع ويروين الإنسان والحيوان نبات صارت تطلع هاي قطرة المطر المعلقة في السماء بالغيمة السوداء صارت تطلع حواليها شو بتحكي بتحكي شافت كثير في غيوم السوداء فصارت تحكي المطر كثير يعني فيه كثير مطر موجود في السماء وأخواتها ينزلنا إلى الأرض وإنه إذا هي مثل مثلا ما هي بدأت تنزل فيه أخواتها الثانيات رح ينزلوا إلى الأرض ورح يسقوا الزرع ورح يروه الإنسان والحيوان النبات وهي قطرة واحدة صغيرة وما بتفيد بإشي لما تكون قطرة واحدة ما رح تفيد بإشي لاش تنزل بإشي فلماذا أنزلوا؟ بل لن أنزل فقررت إنها ما تنزل ليش ما بدأت تنزل إنها حكت إنه أنا قطرة واحدة صغيرة وإذا نزلت ما رح أعمل إشي مفيد فخلص خليني مكاني أحسن وقفت قطرة المطر معلقة في السحاب وحين سمعتها أخواتها القطرات الصغيرات قالت كل واحدة مثلها ونحن لن ننزل إذن ظلت القطرة معلقة في السماء ما بدها تنزل من اللي سمعتها أخواتها الثانيات لإنها حبات القمح سموها وشو صريحكو وإحنا كمان بدنا نعمل زيها وما بدنا ننزل لاش هي ما نزلت إحنا ننزل كانت سنابل القمح قد بدأت تظهر وتخضر هلأ موسم الصيف شوي حبات القمح بدها بدأت تظهر يعني موسم ظهور القمح حبات القمح بدأت تظهر وتخضر تخضر أي يصبح لونها أخضر وبدأت كل حبة قمحين تمد رأسها في السمبلة هاي هاي عنا شايف الصورة هاي سمبلة القمح والوحدة فيها حبة قمح هلأ نظرت واحدة من هنا حولها وقالت الزرر كثير وأخواتي يكفينا صاحب الحق لمؤونته فلماذا أتعب نفسي كل يوم في انتظار المطر الأكبر شوفوا حبة القمح شو عملت عملت مثل قطرة المأصر التهكي فيه كثير زرع في الأرض وخواتها يعني فيه خواتها كتار بكفه صاحب الحقل مؤونته ما معنى مؤونته أي ما يدخر من الطعام هلأ المونة اللي هي المونة اللي بخبيه من الطعام فالصاحب فالحبة القمح شو قالت حكت خلص صاحبات خواتي كتار وبكف صاحب الحقل يطعمه فلماذا أتعب نفسي كل يوم في انتظار المطر الأكبر هلأ بتحكي لك حبيل الخامل ليش أنا أظلني أستنى كل يوم هلأ ما بتنزل المطر هلأ ما بتنزل ليش خلص بدهش قرأت إنها ما تتعب حالها شرط يحكي بس أكبر وحين أكبره يأتي الحاصد ويقطع رأسي الحاصد اللي هو الذي يقوم بحصاد المزروعات يقطع رأسي بمنجله ما معنى المنجل؟ المنجل هي أهلة من حديد ذات أسنان يقطع بها الزعر هلأ بيجي الحاصد بس كبرت حبة القمح بيمسك المنجل وبيجي بده يقطع الزرع من الأرض هي بتحكي لش هتحمل أنا هذا الإشي ولسه بعدين بدين يدرسني بمدراسة المدراس هو آلة مني الخشب تستخدم من تفتيت القمح بيمسك المدراس بيجي هذا الصاحب الحقل بيمسك المدراس بسر يخبط فوق حبة القمح لحتى تتفتفت ويذرني ويذروني بمدراسة يذرون أني بمدراسة المدراسة هي آلة خشبية يفصل بها القمح عن التبن هلأ التبن هو أكل الحيوانات بيختلط القمح بالتبن فبيجيب هاي المدراسة تفصل القمح عن التبن أنا حبة صغيرة لأنفعه في شيء فلا حبة القمح فكرت صارت تحكي أنا كل هادو سير معي بدي أدلني أستني لما تنزل المطر عشان أكبره بس أكبر بيجي الحاصد ويقطع رأسي بعديها بدي يسيري فتفتني وبعديها بدي يجيب المدراس لحتى يفصلني عن التبن فلا أنا حبة صغيرة لا أنفعه في شيء ونزلت من بيتها الصغيرة في السنبلة دون أن تراها عين وغابت في الأرض هربت من السنبلة وتخبت جوه الأرض هلأ مين اللي سمحها؟ أخواتها حبات الصغيرات سمعوها فشو حكو وحكو إحنا كمان نعمل زيها صاروا تخبوا تحت الأرض عشان ما أحد يشوفهم هلأ بمئنه المطر ما نزل وحبات القمح تخبوا ما بدهم يطلعوا شو صار؟ في ذلك العام لم ينزلوا المطر فجف الزرع وماتت السنابل الخضراء حزنا على بناتي حبات القمح فذاك العام ما ينزل لهم المطر نهائي فالزرع شو بدي يصير فيه؟ فالزرع شو بدي يصير فيه؟ بدو يجف لش بدو يجف لأنه ما فيه ماء وسنبل الخضراء اللي كانت خضراء وكانت بدها تظهر شو صار فيها ماتت ليش ماتت؟ حزنا على حبات القمح اللي هم بناتهم مش هم بناتهم هربوا منها ويتخبوا من غير محد يشوفهم فزعلت السنابل الخضراء عليها وماتت وشو كمان؟ هلأ بطل فيه أكل وبطل فيه مطر مات الخلق من الجوع الحيوانات ماتت والإنسان مات لأنه مر عام جفاف ما فيه لا أكل ولا ماء هلأ هون بحكي لنا إنه حبة القمح نسيت هي وقترة الماء إنه الإشي أي إشي بده ديبت شوي شوي هلأ إن النهر فجأة صار مي كتير لا المهر كان عبارة عن قطرة وقطرة 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 وتشكل عندي نهر والطعام هو كان حبة صغيرة مش كان بذر صغيرة وشوي شوي كبرت هلأ يا رابع خامس أسف يا خامس أنا بدي أعبي كاسة ماء كيف بدي أعبيها؟ أول شيء بتنزل قطرة ماء بعدها قطرة قطرة بعدها بتصري عندي كاسة ماء كاملة هلأ الطعام كيف ينته؟ هلأ مثلا ماما بدأت طبخ طبخة مثلا خيات ماما تطبخ بازيلا بتجيب حبة بازيلا واحدة بتطبخها لا بتجيب كيس كامل وتطبخه فإذا الشيء يبدأ حبة حبة ثم يتكون عندي شيء له فائدة فإذا رأت في هذا الدرس قطرة الماء وحبة القمح أنها قليلة الشأن في شصر التحكي وأنا قطرة واحدة لا أنفع في شيء في حسة حالها إنها قليلة الشأن وإنها ما إلها فائدة بس هو فعليا إنه لكل شيء في هذه الحياة له فائدة فمهما كان الشيء صغير له عمل وفائدة يعني حبة القمح حالة وإنها ضلت في جوة السنبلة وما حكت إنه أنا ما إلي فائدة كان خواتها ما سمعوها وضلت كل واحدة جوة سنبلة وحبة القمح المطر قطرة المطر لو نزلت على الأرض وسقط الزرح كان صار عندي عام مليان خضرة ومليان سناب القمح ولم يمت أحد الآن الفكرة الرئيسية الفكرة الرئيسية في الدرس يجب الاعتماد على النفس مش زي حبة القمح وقدرة الماء صارت تحكي خلص أنا وحدة ما بأثر وهربت وإنه يجب أن نعمل بإخلاص وأمانة شفت حبة القمح لإنه راح تخبط جوة الأرض ومن غير ما يشوفه حدا فإحنا يا خامس لازم يكون عندنا إخلاص وأمانة في العمل ثاني فكرة العمل يحقق التكافل والتعاون يعني شخص واحد ما بعمل لازم يتحرك لأنه العمل يحقق التعاون هلأ أنا لو إجيت حكيت خلص أنا لحالي بديش أشتغل ويحتعدت بنفع لا لازم أنا أشتغل عساس أنه باقي زملاتي وأخواتي شموني بسغلوا يصير يشتغلون معي هيك يكون أنهينا الدرس مطلوب منا نسخ الدرس وكتابة المعاني والأفكار الرئيسية على الدفتر يعطيكم العافية